يواصل مهرجان العالمين في نسخته الثانية تقديم فعاليات متنوعة وحفلات متميزة لإمتاع الجماهير بمختلف الأعمار من الأطفال إلى الشباب وكبار السن شهدت المنطقة الترفيهية بالعالمين الجديدة مشاركة مبادرة المجسمات الرملية التي تهدف لتجميل الشواطئ بالإضافة إلى مبادرة ألعاب الرياضة الخشبية الصديقة للبيئة يوم رياضي حافل بالعديد من الفعاليات الرياضية التي تشارك بها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث شهدت المنطقة الترفيهية مشاركة لمبادرة المجسمات الرملية التي تهدف لتجميل الشواطئ بالإضافة لوجود مبادرة الألعاب الرياضية الخشبية الصديقة للبيئة تواجد وزارة الشباب والرياضة متواجد كبير جداً أنشطة الرياضية المسابقات اللي بتتعامل على البلاجات وكمان في جزء كبير قوي بيتغطى فني وثقافي احنا النهاردة معنا فريق البركشن بيعمل عروض طول اليوم معنا رحلات اليوم الواحد ودي حاجة نكحة جداً هدفنا إن احنا هننظف الشواطئ وبعدين نعمل منحوتات الرملية وبعدين نكمل في إن احنا نعمل زي ورش عمل كده للأطفال بنستهدف لتسن الصغير اللي بتقوم عليه إدارة المركزية لترمية الناشر من 6 سنين ل 18 سنة لأن هما أكتر ناس بيحبوا يلعب وفي نفس الوقت هتبقى ممتعة بالنسبان وفي نفس الوقت هيقدموا عمل حل قنسب تجريد جم بالخشب كله صديق للبيئة معظمه بيقى موجود على البحر أو في الحضارق العامة بحيث نوعي بقى حاجة مختلفة وفي نفس الوقت بنبعد شوية عن الحاجات اللي هي علاقة بالحديد والبيوميكانيكس بتاعت الحديد حياة كلها صديقة البيئة من الخشب وفي نفس الوقت صناعة مصرية 100% واستمرت الفعليات الرياضية باستضافة بطولة كأس مهرجان العالمين بمشاركة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لخوض منافسات البطولة وسط الأجواء الساحرة بمدينة العالمين الجديدة مؤكدين على أهمية مشاركتهم في مهرجان العالمين كأس مهرجان العالمين لمراكز الشباب دول ولادنا ولاد مراكز الشباب اللي منتميزين في دورة مراكز الشباب ودول أفضل فرق من 8 محافظات بنلعب ب16 فريق بنقسمهم على مجموعتين وإحنا لنا هدف وبعد تاني دقيد عن الرياضة والروح الرياضية إن احنا بنوري ولادنا البنية التحتية اللي فيها مصر ومصر رايحة فين في المرحلة الجديدة والجمهورية الجديدة رايحة فين ويبقى فيه تعاون وطأخ بينهم ومراكز الشباب تيجي تشوف مصر الحديثة وتيجي تشوف الجمهورية الجديدة أجواء كويسة الجو جميل الناس ما حاسستان أن فيه حاجة فعلا المدينة جميلة حاجة نفتخر بها فعلا وصد العالم حاجة تستهلن الشغل حاجة المعمولة لها وكل ده يعني بإذن الله بإذن الله تبقى في صالح مصر يعني حاجة تفيدنا وتفيد البلد واقتصاد البلد اللي دي تبقى حاجة كبيرة بالنسبة لنا إن شاء الله يعني لم تتوقف هذه الفعليات على مدار اليوم حيث شهد ملعب البادل عددا من منافسات بطولة البادل تحت رعاية الاتحاد المصري للبادل والتي تستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري بالإضافة لاستمرار عدد من الفقرات الفنية التي تشهد إقبالا من زائري ورواد مهرجان العالمين الجديدة محمود جميل التلفزيون المصري اشتركوا في القناة